مجدتنا على طول يلساني يا مجد؟ ليه؟ ما هو اللي فضلت تشمي لحد ما بقعت؟ على فكرة بقى أنا عمري ما شميت لحد ما وقعت أنت اللي أخلبي وجاهد مش عارف تفرع ما بين حد واصل لحالة كويسة وحد وغمع ليه؟ عملتني شيء لصحابك فرقتهم علي لما أنت يا كنت خايف عليك؟ يا ريتني كنت موت وخلصت خلصت من إيه؟ أنت بدهوري على أي سبب تورري بيه الشم اللي بتشميه أنت السبب؟ لكن أنت بتشمي من قبل ما اتجاوزك وكنت بطلت حد ما أهملتني ما بقيتش حاسة معاك بالأمان فهمتني أنت بتحبني حسيت أن أنا هتجوز راجل راجل هيحتويني وحس معاك بالأمان من يوم ما اتجاوزنا أنا اكتشفت المصيبة فهمت أنت بتحب الأمار وعشان بتحب الأمار عايز فلوس عايز فلوس كتير قوي بتحب الفلوس لكن باكي مش أكتر من بنت شيك ومن عيلة حلوة قوي أن هي تقف ورا البيه عشان تكمل شكله الجميل عشان يطلع بيه جميل وشكله محظوظ ما تساعدش قوي كده احنا الاتنين زي بعض هنفرقش هنفرقش حاجة عن بعض بسفت موسيقى 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 هاته جمايل وعد للمائل مدد يا طهرة مدد ايه ده يا الشخص ايه ده الجمايل ربنا يشفيه الشافي هو الله العافي هو الله ده انت في دنيا غير الدنيا مش حاسس بحاجة خلاص 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 ايه؟ رفع المرض وطهر الابدان حييييييييييييييييييييييييي هاته جمايل وعد للمائل مدد؟ ايه ده يا طهرة لا ده مدير اعمال الشيخ تكلمني وقال انه هو جاي في الطريق طيب اول ما يجي اتخلي على طول تحت امر حضرتك عارف ايه الشيخ ده؟ ايه؟ ده الحل اللي حنقص به شركتي من ايد البشاك كبير اللي عاوز يشاركني مش تفتكر انه تحسن شوية؟ مفتكرش والله يا حاج ربنا بقى يخيب الصنون ونعمة بالله لكن للأسف الحلة واضحة ايش فيه يا رب على فكرة انا مرضيتش ابلغ الحج بحقيقة العيل عند جمال عشان انا عارف ان مشاكله كتير اللي مين دولت ومش معقولة نزودها عليه وقال انت عارف هو صاحب واجب ومش حيسكت لو عارف انه عيان قوي بالشكلته هو طوله عمره صاحب واجب وبيحب الكل على فكرة هو كل شوية يسألني على حكاية جوازك ديت وامتى هيحصل وشايفه المرة الاخرانية بيسأل بتدقيق طب وده معنى ايه حاج؟ الله انا مش هخمن لكن لو كنت ناوي تخطب بنته مديحة يبقى هو ده الوقت المناسب انت عارف طبعا يا شيخ سالم ان السوق المصري ده سوق كبير ومفتوح في الوقت الحالي فيه شركات كتير بتتكون عشان تنتج نفس المنتجات بتاعتنا دي وانت عارف طبعا الجديد دايما بيقش يعني الاعلانات تعليب وتغليف جديد انت حاجة بتلمع في عين الزبون كده وانا مقدرش يكون بره السوق ده فانت طور المنتج بتاعي لقيتني لما حطور الزبون بتاعي السعر حيزيد عليه ايه والله صحيح يا ابو ثابت فانا شفت حلا للموضوع ده ان سيب المصانع بتاع تشغاله زي ما هي بالظبط عشان الزبون بتاعي يلاقي بضعته بنفس السعر ونفس الجودة ايه مفهوم مفهوم وتعمل مصانع جديدة ويفجل الأليات الجديدة الله يناور عليك يا شيخ سالم ابو ثابت انا معك بدون حد اكثر انت ريال خير وصلاح وكل خطواتك نجاح وفلاح والشرف لي؟ والله وانا مش هلاقي شريك احسن منك ابدا رحمة 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 كمال ايه يا حبي ايه يا حبي ايه دلوقتي ضمن عليك الحمد لله انا بيت كويس احسن كتير بجد يا كمال يعني حسس انك تحسنت بقت احسن بالأول انا كنا فينا وبين فينا رحض يا ما انت كريم يا رب الحمد لله يا حبيبي الحمد لله حسس انه بقت كويس وانا في سنزل من السرير بلاش يا حبيبي تستعقل خليك مستريح لغاية ما الدكتور يقولك قوم استعقل ليه لا نفسي اعط طيب يا حبيبي على مهلك على مهلك مش قادر طيب خلاص استريح استريح بلاش تستعقل بكر ان شاء الله هتقوم و هتبقى زي الفل و هتتمشى سوا و انترجع نخرج زي زمان يا رب يا رب سلام و رحمة الله و بركاته ازاكي حاجة لا تجيني فين انا ماشي من الشركة لا انا حاجيلك ما تتعبش روحك انا عايز اروح السيدة يلا سلام تتلع السيدة صدقني يا بابا جمال بقى كويس انا حاسة انه تحسن يعني بدأ يتحرك و يقوم و يتكلم معايا هو صحيح مش بيأكل بس صدقني يا رقفة انا حاسة انه تحسن نسبيا اكيد اكيد طبعا يا رحم طب قول ليه هو ليه ما عندهش اهيه معلش جربي معاك كده اي شربة خفيفة ما يكونش فيها دهون شربة خضار مثلا ربنا يا سهل و يبقى الحق انا جاب نتيجة سريعة معا امين يا رب سامحني يا اخوي ان اتعبك معي قوي و معتلك عن شغلك ايه اللي بتقوليه ده يا رحمة انا بعتمر جمال اخوي قبل بيبقى جوزك ربنا يخليك طب انا حقوم امرى على المستشفى وارجعلكو تاني بتشرب اهوي بابا سادة يا رحمة حق على فكرة انا كلمت الحج إبراهيم زي ما اتفقنا وهو جاي لنا في الطريق و ده وقته برضه يا بابا ايوه وقته يا بابا يعني جمال عيان و راح ممكن تزعل جمال بقى زي الفل وصحته تمام التمام وقام كأن ما عندوش اي حاجة و قد نشفه والمرضة من عند ربنا سبحانه وتعالى وبعدين ما لكش دعوة بأختك هي مبسوطة كده طيب انا موجود هنا بوقت ما يجي تعالى حتى نقض عندي في العياد ماشي هلو انا علي يا سابت انا كلمتك ثلاثة اربع مرات و كل مرة تقولي حكلمك و ما بتكلمنيش و انا دايقتك في حاجة عملت حاجة زعلتك شوفي بقى احنا ما نفعش نكمل مع بعض اصلك ما بتسقيش فيها هي بقى حب ايه بقى طب تفساري بقى لما جيت معايا المعرض و قلتلي كتلاعي معايا المكتب و قلتلي لا مش ده برضو عدم ثقة بص يا بنت الحلال انا راجل متجوز و عندي ولاد عايزة تلعابي بقى شوفيلك عائل صغير لعاب معاه لكن انا لا بحبك يا سابت بحبك و حماوت روحي لو سبتيني ايه ده ايه ده ناس فاضية مورهاش غير المعكسات يا سيطر مش قادر اصدق انك بريء ما تصدقش ليه بس يا سلوة هو مفيش حد بيتوب يعني انت عايز تقولي ان مفيش في حياتك ستات تانين لا تانين ولا تلتي و ديك سمعت بودنك اهو يا سلام جايز تكون دي بس يا ستة مش عقبك يعني دي امر دي ما كملتش عشرين سنة يا سلوة يعني وبعدين انا ما بيتش زي الاول عايزك تصدقيني بقى وتحس بيه طب والله يا سابت انا بحس بك وبصدقك على طول بس يعني نفس انت تحسسني كده ان انا مرتك حبيبتك وشوف انا هعمل ايه واني ما يكونش فيه في حياتك واحدة تانية غيري لا 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 ما عدتش كلام من ده خالص نفس اصدقك تحب احلفلك بيه وقال لي هدك كده مرة واحدة يعني ربنا يهدي من يشاء شوفت انت تبتاريا ازاي اهو انت لسه مش مصدقاني انا بحبك بحبك يا بنت المجنونة انت بو عشان خطر يا صابت وانا بيقولها تاني يا بنت المجنونة لا بس تسيبك انت تعالي معادي